اشتركوا في القناة تمرينين فقط اللي هو عبارة عن السؤال 13 فابدني منك تفتح لكتابك على صفحة 23 واتبع معي عن سؤال 13 سؤال 13 بحكي عن مادة العلوم يتجمد الماء عند درجة حرارة 0 سلسيوس وتقل درجة تجمده عند اضافة الملح اليه يعني بصر درجة تجمد اقل من 0 سلسيوس اذا اضافت جنا كميات مختلفة من الملح الى 4 عينات من الماء وكانت تقيس درجة تجمد العينة كل مرة ورتب العينات حسب كمية الملح المضاف اليه من الاكثر الى الاقل يعني بدي رتب هاي العينات معناته من درجة الحرارة الاعلى الى درجة الحرارة الاكثر الاقل يعني معناته بدي رتب ترتيب تنازلي نطلع على الجدول المبين كما يلي العينة ودرجة تجمد حسب سلسيوس A هي سالب واحد وربع B هي سالب صفر صحيح وواحد بالعشرة C هي سالب واحد صحيح وواحد بالعشرة وD هي سالب واحد صحيح واثنين على خمسة بنرتب هاي الاعداد ترتيب تنازلي حكينا من الاكثر الى الاقل فاخدنا هاي التمارين وضعناهم هون عنا على الدفتر عشان نرتبهم حطناهم قدامنا اول اشيحنا حكينا المرة الماضية عشان ارتب او حتى اقارن لازم يتكون الاعداد اللي عندي من نفس النوع يعني يا اما كلهم كسور يا اما كلياتهم كسور عشرية فانا باختار الطريقة الاسهل الي بس بلاحظ انه ممكن احول الكسر سالب واحد وربع لكسر عشرة لانه المقام اربع بقدر احوله لاحد مضاعفات العشرة او مية او الف كذلك الكسر سالب واحد واثنين على خمسة بقدر احول المقام لاحد مضاعفات العشرة او مية او الف بحكي ليش ما احولهم لكلياتهم لكسور عشرية وبي وسي اصلا محول كسور عشرية وجاهزة نيجي نتطلع اول عدد كسري لو ضربت الاربع بخمس وعشرين تتحول لمية والعملية اللي عملتها في المقام لازم اعملها نفسها في البص فبضرب كمان البص بخمس وعشرين فبيتحول الناتج سالب 1 صحيح اللي ما تأثر و 25 على 100 هذا جاهز سالب 0 صحيح و 1 بالعشرة كمان سالب 1 صحيح و 1 بالعشرة وهون كيف بقدر أحول 5 تصير ممكن تحولها لصير 10 أو ممكن أحولها لصير 100 بالطريقة اللي أنا بحب لو حولت طريقة 100 عشان الكسة التانية حولتها 100 بضربه بعشرين بالمقام بضرب عشرين بالبسط وبقدر أحوله كمان يصير المقام 10 كلاهما نفس الحل فبيصير سالب 1 صحيح و 40 على 100 معانتنا نحولهم لك سورة عشرية كل آياتهم هاي سالب 1 صحيح فاصلة 25 بالمية سالب 0 صحيح و 1 بالعشرة سالب 1 صحيح و 1 بالعشرة و آخر عدد سالب 1 صحيح و 40 بالمية إحنا حكينا نرتب من الأكثر إلى الأقل منلاحظ أنه جميع الأعداد اللي عندي هي عبارة عن أعداد نسبية وإحنا اتفقنا من المرة الماضية إنه العدد النسبي كل ما كبر قيمته كل ما كبر كل ما قلت قيمته معانتوا أنا بما أني بدي أرتب على أعلى عدد معاناته بدي أشوف مين أقل واحد فيهم كقيمة يعني أقل قيمة هو بيكون أكبر عدد في السالب نجي نتطلع نتطلع أوش عند مقارنة الكسور العشرية أخذناها من زمان إنه منبلش من العدد صحيح سالب 1 سالب 1 صفر وسالب 1 معناته هي ميس مين أكبر عدد فيهم؟ اللي هو عبارة عن السالب صفر صحيح ليش إنه حكينا كل ما كبر العدد كل ما قل معناته كل ما زغر العدد كل ما كبر إذن أنا بدور على الكبير معناته بدور على الصغير كقيمة معناته مين الأفضل عندي؟ سالب 1 ولا سالب 1 ولا الصفر ولا سالب 1؟ الأكبر بيناتهم هو الأقل معناته السالب صفر صحيح وواحد بالعشرة إذن أول قيمة راح تكون من حيث الترتيب سالب صفر صحيح وواحد بالعشرة هاي رقم 1 ندور على الباقي طيب عندي يظل تلت أعداد يلا نرجع نرتبهم حسب من الصحيح سالب 1 سالب 1 سالب 1 متساويين لما يكون الصحيح متساوي شو كنا نعمل ننتقل على المنزل العشي اللي جنبها على طول يلا هون عندي أربعة هون عندنا واحد هون عندنا اتنين مين الكبير أيوة يا بثمتازين يا سابع اللي عنده واحد لأنه حكينا في السالب كل ما كبرت العدد كل ما قلت قيمته كل ما زغلت العدد كل ما كبرت قيمته معناته سالب واحد صحيح فاصلة واحد بالعشرة هو رقم اتنين من حيث الترتيب ضل عندي هذول العددين يلا احنا وصلنا عند المنزل العشرية الاولى هون اربعة هون لتنين معناته يمس مين الكبير لتنين اكيد اذا سالب واحد صحيح وخمسة وعشرين بالمئة بيضل عندي سالب واحد صحيح واربعين بالمئة هو الرقم الرابع اذا هون الرقم الثالث او المنزل الثالثة وهون المنزلة الرابعة حسب الترتيب اذا اول الواحد سالب صفر صحيح هو واحد بالعشرة بعدين سالب واحد صحيح هو واحد بالعشرة عن سلب واحد صحيح وخمس وعشرين بالمئة وآخر إشي سلب واحد صحيح واربعين بالمئة هالجواب الصحيح نكمل إيها سابع سؤال 14 ما بدي إياه سؤال 15 مكرر الأفكار نفسها ما بدي إياه معنا تخلينا نفتح على الصفحة اللي وراها اللي هو صفحة 24 في الكتاب صفحة 24 رح نحل مع بعض سؤال 16 وهيك بنكون أنهينا درس مقارنة الأعداد النسبي وترتيب إذا نضال علي أحل معكم بس سؤال 16 وباقي الأسئلة اللي تحت مش مطلوبة نقرأ سؤال 16 مع بعض بقول لي صباق في صباق للدراجات حسب متوسط الزمن الذي استغرقه المتسابقون للوصول إلى نقطة النهاية إذا كان الجدول أدناه يبين الفرق بين الزمن وصول خمس متسابقين عن المتوسط فإن يرتب اللاعبين من الأسرع نركز إلى الأبطأ دائما كنا نحكي أسرع واحد هو اللي يحتاج أقل زمن معناته أنا كأني برتب تصاعدي بما أنه الأسرع دائما هو أقل زمن هو بده من الأسرع للأبطأ معناته من أقل زمن إلى أكبر الزمن معناته أنا فعليا شو نوع الترتيب اللي برتبه هو عبارة عن ترتيب تصاعدي إذا أنا هيك حددت نوع الترتيب كان ضمن الجدول أحمد حيث استقرق سالب واحد صحيح وخمس وعشرين بالمية محمد واحد صحيح وتسعة على عشرة عبد العزيز واحد صحيح واثنين على خمسة خالد واحد صحيح وعمر سالب واحد صحيح وتمانية بالعشرة نقلنا هذا السؤال برضو نفس الإشي على الدفتر عشان نحله مع بعض كما في المثال الآتي وحكينا عشان نجي نقارن أو نرتب لا بد نحولهم كلياتهم لنفس الشكل عندي كسر عشري هون عندي عدد صحيح يعني يعتبر كمان كسر عشري أو عدد عشري هون كمان عدد عشري بظل عندي هذول عددين كيف بقرر أحولهم لكسر عشري إذا ظبت أنه يكون المقام عشرة أو مية أو ألف بلاحظ أنه هذا العدد أصلا جاهز مقامه مقامه جاهز عشرة فبقدر أحوله لكسر عشري يعني أصبح كأنه جاهز بظل عندي هات هذ مقامه خمسة واحد صحيح واثنين على خمسة كيف بقدر أحول مقام عشرة أو مية أو ألف زي ما أنا عاملي هون بضرب المقام في مية نفس العملية بضربها بالبسط فبيطلع عندي هاي الأعداد كما يلي أول واحد سالب واحد صحيح وخمس وعشرين بالمية وقد ضلت زي ما هي لأني ما غيرت عليها إشي هاي نجي نحولها واحد صحيح وتسعة بالعشرة نجي نحول الثالث صارت واحد صحيح بعد ما أضرب وأربعة بالعشرة هون واحد صحيح وآخر إشي سالب واحد صحيح وتمانيين بالعشرة حكينا الأسرع هو الأقل وقت معناته أنا بدور على الأقل وقير لحد ما أوصل لأكبر وقت معناته أنا برتب تصاعدي من الصغير إلى الكبير طب يا ميس واضح إحنا دائما نحكي أنه الصغير هو عبارة عن السوالب بس بلاحظ أنا عندي عددين في السالب بما أنه عندي عددين صب في السالب لازم أقارن بين هدول العددين الموجودين في السالب بعدين أحعل يلا يا ميس كسور عشية كيف منقارنها بدأ من الصحيح سالب واحد صحيح هون سالب واحد صحيح بروح على المنزل العشرية أول منزل عشرية هون تمانية هون لتنين مين الصغير أنا بدور انتبه على الصغير مين لصغير التمانية ولا الاتنين أيوة في السالب العكس العدد الكبير هو الصغير معناته هذا هو أصغر رقم معناته السالب 1 بالعشرة فاصل التمانية هو أخذ أول منزل هو الأسرع هي حطيت تحتها رقم واحد طبي مثل معناته أكيد هو الثاني لأنه هذا سالب والباقي موجب معناته هذا الثاني منزلة أخذها أو ثاني فائز اللي هو سالب 1 بالعشرة و25 بالمئة بظل عندي ثلاث أعداد صحيح ثلاث أعداد أو عشرية موجبة بدي أقارن بين هاي الأعداد العشرية بدأ من وين؟ بدأ من الصحيح عندي واحد صحيح واحد صحيح وواحد صحيح نشوف المنزل العشرة اللي جنبها على طول عندي هون ولا إشي شو يعني يمس ولا إشي؟ يعني فاصلة وكلها هاته أصفار أي عدد صحيح واحد صحيح معناته قدامه فاصلة وكل اللي قدامه الأعداد الموجودة على يمينه عبارة عن أصفار لأنها ما بتغير من قيمته طبي يلا نقارن أول منزل عشرية صفر هون تاني هون في العدد الثاني أربعة هون في العدد اللي وراه تسعة إحنا بندور على الأقل وقت معناته مين الأقل في العدد الموجب اللي هو الصفر؟ إذن الواحد صحيح يلا إذن هاي المنزل الثالثة أخذ المنزل الثالثة هاي المنزل الثانية هون المنزل الثالثة أخذها الواحد صحيح بضل علي أقارن بين هدول العددين برضو بدأ من الصحيح واحد صحيح هون واحد صحيح هون هنا أربعة وهون تسعة إذن مين القل اللي هو عبارة عن أربعة إذن واحد صحيح وأربعة بالعشرة إذن بيضل آخر إشي اللي هو عبارة عن الواحد صحيح وتسعة من عشرة إذن أنا شو عملت رتبت تصاعدي شو يعني تصاعدي من أقل وقت إلى أعلى وقت يعني الفائز رح يكون أو الأسرع رح يكون بدءا من هون رح أقار الترتيب بدءا من اليمين هاي أول منزل التانية الثالثة الرابعة وآخر واحد الأبطأ واحد الواحد فاصلة تسعة هيك أنهين يا ميس درس مقارنة الأعداد النسبية وترتيبها الواجب البيت المطلوب في هذا الحصة يا ميس من درس مقارنة الأعداد النسبية وترتيبها من كتاب تمارين ومسائل إني أحل من كتاب تمارين الطالب درس مقارنة الأعداد النسبية وترتيبها كامل إذن من كتاب تمارين الطالب بدي أحل درس مقارنة الأعداد النسبية وترتيبها كامل شكرا